أيها الشعب الليبي المتطلع إلى الحرية وإلى استقرار وأمن بلاده أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة استئناف إنتاج وتصدير النفط وقال المشير خليفة حفتر في بيان أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين جعل الجيش الوطني يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط وأشار القائد العام للجيش الوطني إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب وعدم توظيفها في دعم الإرهاب ولفت المشير خليفة حفتر إلى أن قرار اليوم جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية والتي كانت تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط ويمثل النفط نحو 95% من إجمال الإرادات في ليبيا وتخطط إرادته العام الماضي 22 مليار دولار وتستخدم حكومة الصخيرات برئاسة فايز السراج معظم هذه الإرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها ويذهب جزءا من تلك العائدات إلى تركيا وبالأخص نظام أردغان مقابل دعم ميليشيات الإجرام والإرهاب في ليبيا بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم ليأتي بيان القائد العام ليضع النقاط على الحروف ويؤكد أن دعم المواطن الليبي ورفع المعاناة عنه هو من أولويات الجيش الوطني وأن إرادة الشعب الليبي لا تتم وفق إملاءات خارجية أبو بكر العاقيل ليبيا الحدث